اهلا بكم زوار في الجول.com في لايف جديد الف مبروك على فوز منتخب مصر الاولمبي على غانة النهاردة 3-2 في مباراة ماراثونية وممتعة من الطرفين علشان منتخب مصر يضمن صدارة المجموعة لحد دلوقتي طبعا وقابل مواجهة الكاميرون في الجولة الاخيرة بس الاهم ان هو بيضمن تأهله للسيمي فاينال يعني بشكل كبير ان شاء الله الحلم يقترب حلم التأهل لأولمبيات توكيو 2020 طيب خلونا اشرح لكم ايه اللي منتظر منتخب مصر بعد كده منتخب مصر حيلعب ضد الكاميرون في الجولة الاخيرة بعد اللعب مع الكاميرون حيتحدد طبعا متصدر المجموعة ووصيف المجموعة مصر ضمنت التأهل عن المجموعة الاولى لانها جمعت 6 نقاط الكاميرون عندها 4 نقاط فهي دلوقتي في الوصافة وغانة عندها نقطة يعني عندها امل في التأهل لو فازت على مالي اللي ودعت البطولة بعد ما خسرت اول مطشين يعني رصدها دلوقتي سفر بس بشرط فوز منتخب مصر على الكاميرون ساعتها تبقى امال غانة في التأهل ممكنة طبعا التأهل وقتها في الوصافة التعادل بين مصر والكاميرون يعني تأهل مصر في الصدارة والكاميرون في الوصافة فوز الكاميرون يعني تأهل الكاميرون في الصدارة ومنتخب مصر في الوصافة يعني في كل الاحوال منتخب مصر تأهل للسيمي فاينال وطبعا في السيمي فاينال هيتحدد من الثلاث منتخبات اللي هتتأهل لأولمبيات توكيو لأن طبعا أول أصحاب أو أصحاب أول ثلاث مراكز هما اللي بتأهلوا للأولمبيات الرابع بنقوله هارد لك وتعوضها في البطولة الجاية منتخب مصر دلوقتي مستنيه يعني مباراتين على تحقيق الحلم إن شاء الله الأول ضد الكاميرون وبعد كده أول مباراة في الدور الثاني اللي هتكون في السيمي فاينال إن شاء الله منتخب مصر فوزوا بيها يعني ضمان التأهل للأولمبيات حتى لو لا قدر الله خسرنا المباراة دي فده معناه إن إحنا عندنا فرصة إن إحنا نلعب على المركز الثالث والمركز الثالث هيكون مؤهل إن شاء الله للأولمبيات أما المركز الرابع مش هيكون مؤهل زي ما قلت لكم طيب إيه اللي مستني منتخب مصر في السيمي فاينال عندنا المجموعة التانية المجموعة التانية بتضم منتخبات كود ديفوار ونيجيريا وزامبيا وجنوب أفراكيا واحد من المنتخبات دول حيلعبوا منتخب مصر في الدور الثاني إن شاء الله وطبعا هيتحدد مين بناء على ترتيب منتخب مصر في المجموعة طيب النهاردة المطش الحقيقة كان سجال ما بين الطرفين إحنا عندنا مشاكل واضحة جدا وظهرة من المباراة الأولى في خط الدفاع إحنا بنلعب بتلاتة في خط الدفاع متمثلين في أحمد رمضان بيكم ومحمد عبد السلام وإسامة جلال والنهاردة محمد عبد السلام يمكن ما كانش في أفضل حالاته لكن الحقيقة هو لاعب مميز جدا مدافع نادي الزمالك مدافع من يعني بنشوفه حتى كمان من الموسم اللي فات واحد من أفضل اللاعبين اللي ليهوا المستقبل إن شاء الله في الدفاع في خط الكرة المصرية وبيلعب في قلب الدفاع وبيلعب كباكليفت يعني الراجل الحقيقة بيقدم أدوار كويسة جدا وحتى بيلعب كمان باكرايت فإن شاء الله بإذن الله حتى لو كان المباراة دي هو خارج عن فورميته فأعتقد إن ده مش هيأثر على نظرة الجمهور ليه دايما بإنه هو مدافع كويس جدا وبيمثل مستقبل كبير للكرة المصرية طبعا منتخب مصر النهاردة استقبل هدف مبكر جدا كان السبب الأول فيه بعيدا عن يابو صاحب الهدف كان أوبينج اللاعب اللي مثل خطورة كبيرة جدا لمنتخب غانا هو اللي عمل الهدف الأول هو اللي صنع الهدف الأول من انطلاق رائعة من ناحية الشمال قبل ما يلعب عرضية يابو سجلها في مرمى محمد صبحي بسهولة وهو اللي سجل الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني مستغل خطأ محمد عبد السلام بعد ما خطف منه الكورة ورقص محمد صبحي الحقيقة بمهارة كبيرة جدا وسجل الهدف الثاني اللي كان مباغت لدرجة إن كابتن شوق غريب ملحقش يشوفه لإنه كان بيصلي بين الشوطين زي ما صرح بعد المباراة لكن كان فيه حاجات الحقيقة مميزة جدا في أداء منتخب مصر بعيدا عن المشاكل الدفاعية إحنا لازم نشيد بها بالتأكيد أول الإشادات هتكون من نصيب مصطفى محمد أو البلدوزر الجديد زي ما جمهور الزمالك بيحب يسميه مصطفى محمد سجل هدفه الثاني في البطولة والحقيقة إنه هو بيسجل هدف بالكربون من الهدف اللي سجله في مرمى منتخب مالي عرضية من أحمد فتوح اللي الحقيقة يعني مكينة عرضيات لمنتخب مصر الأولينبي مصطفى محمد بيستقتل على الكورة وبيسجل منها إشتب مصطفى محمد مش علشان بس هو سجل الجول مصطفى محمد قادر من أي عرضية أنه هو يعمل خطورة لمنتخب مصر حتى لو كانت العرضية دي بلونة يعني إحنا شفنا بلونة من أحمد فتوح مصطفى محمد استموت على الكورة كانت ممكن تبقى هدف عن طريق كريم العراق اللي تابع الكورة وتسددته الحقيقة كانت فوق العرضة أو كانت تبقى ضرب الجزاء لأن مصطفى محمد وقع بعد يتدخل من مدافع منتخب غانا فالحقيقة استقتال مصطفى محمد أنه هو يسجل من كل كورة شيء يحسب جداً ليه والأول مرة من فترات طويلة جداً منشوف أن منتخب مصر عرضياته بتمثل خطورة وبنقدر أن نسجل من رأسيات وفي نفس الوقت عندنا مهاجم بيبقى مميز جداً برضو باستخدام الفوتورك رجليه مع الرأسيات نجم المباراة الأول الحقيقة النهاردة رمضان صبحي رمضان صبحي النهاردة يعني عمل تقريباً كل حاجة في الملعب رمضان صبحي سجل رمضان صبحي صنع رمضان صبحي شكل أكثر الخطورة على مرمى منتخب غانا علشان يمهد لنا الطريق أن احنا نتعادل وبعد كده نكسب في الشوت التاني رمضان صبحي النهاردة أداء التسم يعني بعيد عن الفردية اللي ساعات كتيرة جداً الجمهور بيعيب عليه فيها رمضان صبحي منع منتخب مصر مهاجيمة منتخب مصر صلاح محسن ومصطفى محمد فرص كتيرة جداً للتسجيل وهو بنفسه سجل جول وألغاء الحكم بداء التسلل هو فعلاً كان متسلل عارف أن في ناس كتيرة قوي كانت يعني بتقول أن رمضان صبحي ما كانش متسلل لا الإعادة أظهرت أن فعلاً كان فيه تسلل على رمضان صبحي بس ربنا أكرمه بعد كده بالجول التاني جول التعادل وصناعة الجول التالت لأحمد ياسر ريان علشان يكون رمضان صبحي نجم المباراة النهاردة باختيارنا وباختيار اللجنة الفنية من الكاف لكن في نقطة مهمة جداً عايزين نتكلم فيها تتعلق بعبد الرحمن مجدي الحقي عبد الرحمن مجدي النهاردة بعد مشارك بدلاً من صلاح محسن أظهر خطورة كبيرة جداً على مرمى منتخب غنة وكان السبب في الجول التاني لأنه هو اللي سادت الكرة قبل ما ترجع لرمضان صبحي اللي تابعها وسجل لنا هدف التعادل أنا الحقي الحدي دلوقتي مش لاقي تفسير لوجود عبد الرحمن مجدي على الدكة لصالح صلاح محسن ليه أنا بقول كده؟ لأن صلاح محسن للأسف بيلعب وينج مع منتخب مصر ما بيلعبش كمهاجم يعني لو شوفنا صلاح محسن جمه مصطفى محمد ساعتها أنا حتقبل فكرة مشاركته أساسياً لأننا نحن هنلعب بثناء هجومي لكن المشكلة أن صلاح محسن بيفقد جزء كبير جداً من خطورته على الوينج ولو تفتكره كانت هي دي المشكلة اللي بتقابله لما كان بيشارك مع الآله فترة الكابتن حسام البادري أنه هو ما كانش بيلاقي نفسه على الوينج هو صلاح محسن لقى مميز جداً في قلب الهجوم وبالتالي ده أكتر مركز تقدر تستفاد منه وتستفاد من خطورته وفعاليته الهجومية بصراحة لو هتقارن ما بين صلاح محسن على الوينج وعبد الرحمن مجدي هختار عبد الرحمن مجدي والنهاردة شفنا خطورته كانت عاملة إزاي أحمد ياسر ريان أحمد ياسر ريان برضو نزل لدقاي قليلة وشكل خطورة وسجل الهدف الثالث أنا هتقبل أنه طبعاً في وجود مصطفى محمد مصطفى محمد هو المهاجم الأساسي المنتخب مصر ففكرة أحمد ياسر ريان مش هتكون محببة على حساب مصطفى محمد لكن لو كابتن شوق غريب قرر أنه يلعب بثناء هجومي أعتقد أن مصطفى محمد مع أحمد ياسر ريان هيعمله ثناء هجومي خطير جداً بوجود رمضان صبحي وكريم العراقي على الجناحين اللي اتنين مجهودهم كبير جداً ومجهودهم وافر اللي اتنين قادرين على صناعة الكثير من الفرص رمضان صبحي تعاونوا النهاردة مع مصطفى محمد كان مميز جداً وكان هايل ده شيء أكيد أكيد يحسب للعبين ولكابتن شوق غريب اللي تغييراته النهاردة أصفرت عن الفوز اللي شفناه متأخر طيب دلوقتي في نقطة تانية مهمة جداً احنا مستنين ايه قدام منتخب الكاميرون ريجوبور صونج طبعاً الاسم اللي احنا عارفينه مدرب منتخب الكاميرون وكلنا فاكرين 2008 وصونج وزيدان وصونج وزيدان وبوتريكا وجول طيب منتخب الكاميرون النهاردة قدر نوي يفوز على منتخب مالي 1-0 بنفس النتيجة اللي فاز عليها أو اللي فاز بيها منتخب مصر على مالي منتخب مالي زي الماتش الأولاني بالضبط عمل ماتش كويس لكن منتخب الكاميرون كان أكثر فاعلية وسجل عن طريق ايفينا اللي هو أخطر سلاح لمنتخب الكاميرون واللي لازم نركز عليه كويس جداً في المباراة اللي هتجمعنا بالقصودة التي لا تقهر زي ما بيحب ان هم يتسموا في الجولة الثالثة ايفينا هو لاعب بايرني ميونيخ لكن طبعاً هو مش بيلعب حالياً في بايرني ميونيخ هو معار وهو أبرز سلاح لمنتخب الكاميرون وعلى فكرة هو بيشارك مصطفى محمد في صدارة هداف البطولة لأنه يسجل برضو هدف الكاميرون في غانا والنهاردة بيسجل تاني أهدفه في البطولة أعتقد أن مع المشاكل الدفاعية اللي بتقابلنا لازم ايفينا نركز عليه تحديداً وعلشان هو ده أخطر سلاح هجومي لمنتخب الكاميرون طيب فلنفترض أن خلاص يعني انتهينا من مباريات الجولة الثالثة وتأهلنا للدور الثاني سيمي فاينال إحنا كده ولا كده الحمد لله تأهلنا يعني للسيمي فاينال لكن إيه اللي ممكن نحاول إن إحنا نتجنبه في الدور الثاني الحقيقة إن في عيب للبطولة دي العيب ده متمثل في إن منتخب مصر الوحيد هو اللي كاملته قائمة مكتملة إزاي ده لإن منتخب مصر وجد تعاون كبير جداً خصوصاً إن أغلب اللاعبين أو يمكن كل اللاعبين محليين فوجد تعاون من الأندية المصرية في إنه هم يسمحوا اللاعبتهم بالانضمام لمنتخب مصر لكن بقية المنتخبات التانية أغلب لعبيها محترفين وطبعاً لإن البطولة دي مش في الأجندة الدولية ففي منتخبات كتيرة ما استعدتش أو ما خدتش لعبيها المحترفين علشان يلعبوا معهم البطولة وده سبب إنه ناس كتيرة جداً شايفة إن البطولة قليلة فنياً عكس اللي كان متوقع قبل بداية البطولة طيب إيه اللي هيحصل بعد كده؟ الحقيقة إن المنتخبات دي فعلياً هتستفاد من لعبيها المحترفين لكن في الأدوار المتقدمة يعني على سبيل المثال منتخب جنوب أفريقيا بدأ المطش الأول وهو يعني بحوالي 15 اللاعب بس يمكن وده بسبب إن لعيبة في سان داوينز وفي قايدزار تشيفز وفي سوبر سبورت وفي فرق جنوب أفريقيا محلية رفضت إن هي تسمح للعبيها بالانضمام لمنتخب الكاميرا ومن بداية البطولة لكن من المطش الجاي فيه لعيبة دوليين محترفين وفيه لعيبة محليين حينضموا لمنتخباتهم علشان يزيد من خطورة المنتخبات دي في البطولة طيب لو إحنا مستنيين منافس في السيميفاينال أنا كأمير عبد الحليم مين اللي أتوقع أو مين اللي أرغب في تجنب مواجهته هو منتخب زامبيا الحقيقة منتخب زامبيا تعادل في الجولة الأولى مع جنوب أفريقيا لأن دلوقتي في المجموعة الثانية تصدرها منتخب كودفوار بالفوز على نيجيريا 1-0 ليه أنا بقول ليه نبعد عن منتخب زامبيا رغم أنه تعادل مع جنوب أفريقيا في الجولة الأولى لأن منتخب زامبيا هيستعيد أهم سلاحين عنده في يمكن من المباراة المقبلة أو يمكن من المباراة اللي بعدها وحيشاركوا مع زامبيا لحد نهاية البطولة مين هم السلاحين دول هم داكا ومويبو نجمي ساليسبورج النمساوي طبعا إحنا شايفين ساليسبورج لأن احنا متابعين أداء ليفربول مع محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا فهو مع ليفربول في المجموعة لكن دول أهم سلاحين لمنتخب زامبيا خصوصا داكا لأن داكا كان أفضل لعب في قارة أفريقيا من سنتين والحد دلوقتي بيحفز على سجله التهديف المميز جدا مع فريقه فأكيد السلاحين دول لما ينضموا لمنتخب زامبيا منتخب زامبيا حدزيد خطورته وهيبقى منافس قوي جدا لو منتخب مصر لعب ضده في الجولة المقبلة اللي هي طبعا السيمي فاينال طيب آخر حاجة هاختم بها كلامي قبل ما استقبل تعليقاتكم وأسئلتكم هي الإشادة بالسلوك أو بتصرحات لعبي منتخب مصر الأولمبي وللحقيقة مش بنشوفها فينا المنتخب الأول شفنا النهاردة روح قتالية كبيرة جدا من منتخب مصر الأولمبي رغم التأخر مرتين ضد غانا دي أول حاجة مش بنشوفها في المنتخب الأول احنا شفنا الحقيقة لقطة محمد صبحي وهو رايح يدعم زميله محمد عبد السلام بعد استقبال الجول التاني اللي غلط فيه محمد عبد السلام ولبسه محمد صبحي محمد صبحي أول حاجة عملها وقبل حتى ما يجيب الكرة من الجول راح علشان يدعم زميله محمد عبد السلام في لقطة أكيد كانت صعبة عليه جدا وهو لاعب صغير في السن دي اللقطة الأولى اللي لازم نشيد بها اللقطة التانية هو كان أداء منتخب مصر في المباراة بشكل عام إن رغم تأخر منتخب مصر بيعمل سيل من الهجمات على المرمى الغاني والحقيقة رغم تقلق حارس منتخب غانا استمر سيل الهجمات لحد ما سجلنا التعادل في ديئة 82 وبس رغم إن التعادل ده كان ممكن يضمن لنا التأهل للدور الثاني لكن منتخب مصر كمل في الكتال لحد ما أحمد ياسر ريان سجل جول الفوس في ديئة 88 علشان نضمن فعليا التأهل للدور الثاني الحاجة الثالثة اللي هشيد بيها في أداء منتخب مصر يا تصريحات النجوم بعد المباراة رمضان صبحي قال أنا بشكر الجمهور خصوصا المنتقدين اللي انتقدونا في المباراة الأولى وجه ليهم شكر خاص وبرضو قدم له معذر بأن المنتخب ما كانش بيلعب بقاله شهر بسبب توقف الدوري فأكيد ده أثر على الحالة البدنية لللاعبين ومصطفى محمد زميله نجم نادي الزمالك قال إحنا من غير الجمهور ولا نسوة حاجة سلوك ممتاز جدا من لعب المنتخب الأولمبي للأسف للأسف ما شفناهش من نجوم المنتخب الأول في فترة كأس أوروام الأفريقية اللي خرجنا منها من دور الستاشر روح ما شفناهاش من المنتخب الأول فيعني نتمنى أن السلوك ده يكمل لحد ما يوصل للمنتخب الأول سواء النجوم دول كملوا لحد المنتخب الأول أو حتى المنتخب الأول يتعلم من المنتخب الأولمبي